كتير من المشاكل الألم أسفل الظهر اللي بتبدأ تبان بتبان نتيجة عدم توازن عظمة الحوض تحت بحيث أنه المفروض الحوض يكون في وضع متعادل اللي بيحصل دايماً إن الحوض في الغالب عند معظم الناس نتيجة زيادة الوزن نتيجة ضعف العضلات عدم ممارسة الرياضة بيبدأ الحوض ياخد وضع position لقدام بشكل زيادة وده بيعمل ضغط على مفصل الحوض من وراء وأسفل الظهر وعشان كده دايماً لقي القلم دايماً بيظهر في المنطقة دي بسبب position بتاع الحوض طبعاً لها أسباب كتير وليها طرق العلاج كتير بس من الأول الموضوع كله لو حصل توازن في العضلات بشكل صح إحنا هنحمي نفسنا إن ده ما يحصلش وعشان كده لازم هنحط لنفسنا إن أهم مجموعة من التمارين في الحالة دي تمارين الكور وظبط المرونة بتاعة العضلات في أسفل الظهر ترجمة نانسي قنقر